وخلال المؤتمر الصحفي المشترك للدول الداعية لمكافحة الإرهاب أكد وزراء الخارجية على أن الرد القطري على مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لا ينم عن إدراك لخطورة الموقف اجتماع تنسيقي بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بالعاصمة المصرية القاهرة أكد خلاله وزراء خارجية هذه الدول أن هناك استمرار للتشاور بينها وسيتم اتخاذ إجراءات سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب وقد أشار سامح شكري وزير الخارجية المصري إلى أن الرد القطري سلبي في مجمله ويفتقر لأي مضمون مؤكدا أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لا تتهم قطر بل تعتمد على وقائع حقيقية ملموسة الأمر بالنسبة للقطر تعدى بكثير نقطة الاتهام فليس هناك مجل الاتهام هذه وقائع وقائع مسجلة وموثقة وسياسة تتبع لمدى عشرون ساعة عام من الدعم والاحتضان ورعاية التنظيمات ووجودها على الأراضي القطرية فالأمر يتعدى الاتهام ولا يجب أن يصور كذا وهناك من الشواهد المرصودة من قبل ليس فقط هذه الدول الأربع ولكن من قبل الدول العزمة وما لديها من إمكانيات ولا بد أن يسأل السؤال في حالة أي نوع من الدعم أو المؤذرة أو التعاطف مع دولة قطر في هذا الشأن ليجعل لها ساحة لتجنب مواجهة الحقيقة والكفة عن هذه السياسات هذا وأكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايدال انهيان أن على الجميع إخلاء هذه المنطقة من التخريب والدمار مواقدا أن كل ما سنقوم به سيكون وفق القانون الدولي لمواجهة الإرهاب والتطرف نحن دول ذات سيادة عندنا الإمكانيات المنفردة والجماعية أن نقوم بما يسمح القانون الدولي لأن أولا لحماية أنفسنا وشعوبنا وثانيا لمواجهة هذا الإرهاب وهذا الطرف كما أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن هذا الاجتماع يؤكد أهمية العمل العربي المشترك تجاه الإرهاب وهو اجتماع تنسيقي وسيتم اتخاذ قرارات مدروسة وواضحة مشددا على أن تنظيم الإخوان أضر بدولنا وعلى هذا الأساس نعتبره جماعة إرهابية الإخوان المسلمين كجماعة أضروا بمصر أيام أضرر واستباحوا دماء الشعب المصري وعلى هذا الأساس وأيضا أضروا بدولنا واتخذوا وتآمروا على دولنا كلها وعلى هذا الأساس نحن نعتبرهم منظمة إرهابية نعتبرهم جماعة إرهابية وأي واحد يبدي التعاطف أو يقول أنه ينتمي إليهم سيحاكم على هذا الأساس من جانبه نوه وزير الخارجية السعودي عادل لجبير إلا أن المقاطعة ستستمر حتى تعدل قطر من سياساتها مؤكدا أنه سيتم اتخاذ قطوات إضافية في الوقت المناسب بعد التشاور كما أشار وزير الخارجية السعودي أن إيران دولة معزولة عن العالم ولا نستقرب وقوفها إلى جانب قطر المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة الثلاثة معها اتخذنا الإجراءات تجاه قطر وكانت إجراءات مؤلمة لنا لكن اتخذناها بسبب دعم قطر للإرهاب والتطرف وتدخلها في شؤون دول منطقة والتحريض ونشر الكراهية وهذه الأمور يجب أن يتم إيقافها وهذا ليس مطلب من الدول الأربعة الممثلة هنا اليوم ولكن هذا مطلب من المجتمع الدولي بأجمله هذا وقد تم الإعلان خلال المؤتمر أن الاجتماع القادم للدول الداعية لمكافحة الإرهاب سيكون في العاصمة المنامة اشتركوا في القناة